لو حضراتكم ما سفرتوش برا مصر من نوفمبر اللي فات ومتعودين تدخلوا افلام على مارفل السنمائي داخل السينما فمعنى كده ان من اخر خمس افلام فيه تلت افلام انتو ما شفتوهمش لذلك لما تدخلوا فيلم واكاندا فوريفر هتحسوا زي ما يكون فاتكم عشر حلقات مثلا من احد مسلسلات رمضان اللي هو عادي خالص هتلاقوا نفسكم فاهمين كل حاجة هم ما بقالهم سنة بيهروف ولا حاجة اصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو واكاندا فوريفر بعتذر مقدما على الخنفان اللي انا فيه دوت بس انا لسه بفوق من نزلة برد جديدة شوية فيلم واكاندا فوريفر هو الفيلم الثلاثين ما بين افلام على مارفل السينمائي والفيلم الاخير ما بين افلام الابطال الخارقين في سنة ما كانتش متميزة اطلاقا على مستوى هذا التصنيف مراجعتنا النهاردة حتكون بدون حرق كالعادة ولكن فيه فقرة في الاخر كده حنتكلم فيها في نقطة او اتنين بحرية حرق بس قبل ما ندخل في تفاصيل الفيلم حابب اشكر بيتك على رعاية الحلقة دي وعلى العروض والمفاجآت المتميزة اللي بتقدمها الشهر ده من خلال البلاك فرايدي بيتك السنة دي بتقدم خصومات بتصل لستين في المية لما تشتري بالتقسيط لحد تمانية واربعين شهر وبدون مقدم كمان لما تستخدموا الكود اللي قدام حضراتكم على الشاشة وانتو بتشتروا اونلاين هتحصلوا على خصم 10% وبحد اقصى 100 جنيه عروض البلاك فرايدي متنوعة وحتقدروا تتعرفوا عليها لما تزوروا اي فرع من فروع بيتك المية واربعين او لما تدخلوا على الموقع او تفتحوا الموبايل ات تابعوا كل جديد من بيتك في البلاك فرايدي من اللينكات اللي في الديسكريبشن اما عن احداث وكاندا فوريفر فبتنطلق من بعد وفاة الملك تيتشالا واللي بتحفظ اطماع المجتمع الدولي في مخزون وكاندا من الفايبرانيوم ولكن الاطماع دي بتتقابل باقصى درجات الحزم من الملكة ريموندا عشان كده الانظار بتتجه لامكانية وجود فيبرانيوم خارج حدود وكاندا وده بيزعج كيان شديد القوة كان بينعم بالهدوء وبيقدم الاختيار لوكاندا يا اما تبقى حليفه الاول يا اما تبقى عدوه الاول فيا ترى ايه اللي هيحصل كان بقى لي فترة بعيب على مارفل في ان الخطط اللي بترسمها ما بقتش بتتنفذ لغاية النهاية المستجدات بقت بتحكم موعيد النجوم بقت بتحكم الاجندات بقت بتحكم لذلك فاكتر من مرة بقينا بنشوف افلام واحنا منتظرين حاجة ونلاقي حاجة تانية خالص وده كان في اوضح صوره في فيلم Thor Love and Thunder لما انهينا احداث Avengers Endgame بان Thor بقى مع The Guardians of the Galaxy وبعدين في اول دقتين من الفيلم الجديد اكتشفنا ان دم وضوع ما ينفعش يطلع منه حاجة مع وكاندا فوريفر وبكل تأكيد الخطة معادش ينفع تتنفذ شادويك بوزمن الممثل اللي كان بيقوم بدور The Black Panther توفى وايا كانت الخطط اللي مارفل كانت بتفكر فيها بخصوص الجزء التاني من The Black Panther فبكل تأكيد شادويك بوزمن كان جزء منها تحدي صعب والظروف مش مساعدة افلام عالم مارفل السينمائي مش فاحسن احوالها يعني حتى صعب على الفيلم ده انه ياخد الاختيار السهل ويقدم فيلم امن وخلاص ده الانظار عليه بقت اكتر والاهتمام بيه بقى اكبر لو احبط المشاهدين او خيب امالهم ممكن تبقى سقطة كبيرة جدا في مستقبل عالم مارفل السينمائي كنت مهتم جدا اشوف ايه اللي حيتعمل بخصوص الفيلم ده واتفاجئت بانهم فعلا خدوا الاختيار السهل ما اعتبروش اللي حصل ده فرملة في مستقبل الاحداث متغير مهم حيترتب عليه نتائج مهمة بس الدراما لازم تتطور والشخصيات لازم تكبر مفيش داعي نبتكر قوي في الحبكة تعالوا نرجع للمرجع بتاعنا الكتب المصورة والعوالم العديدة اللي موجودة فيها بما فيها العالم بتاعتالو كان ايوة بس ده مش الحل كله هنعمل ايه في شخصية ده بلاك بانتر هنا الاختيار السهل هو اننا نستبدل الشخصية بشخصية تانية منطقية وخلاص ولكن المرة دي الفيلم ما خدش الاختيار السهل هو الحقيقة قصة الفيلم اجبرتني اني مفكرش في كينونة البلاك بانتر في اغلب احداثه التركيز الاكبر بقى على موضوع مختلف موضوع على نطاق واسع جدا وموضوع على نطاق شخصي النطاق الواسع هو موقف وكان ده من المجتمع الدولي والنتيجة الطبيعية لاحداث الافلام السابقة اللي بتجبر تالو كان انها تدخل في الصورة والمستوى الشخصي هو الخاص بالاميرات شوري اللي حس بارتباك في هويتها ما بين انتمائها العالم العلم والتكنولوجيا وما بين ضرورة ارتباطها بالارث الخاص بالثقافة الوكندية شوري كمان حس بالذنب لانها فشلت في انقاذ حياة اخوها وده مولد عندها طاقة غاضبة جدا والطاقة دي بتشكل دافع مهم جدا في قرارات نيمور امبراطور تالو كان تركيبة معقدة بشكل كبير والفيلم اجاد جدا في تقدمها والصراع كان جذاب لدرجة ان زي ما قلتلكم كده نسيت الاسئلة اللي انا كنت داخل بيها شخصية دا بلاك بانتر كلها على بعضها ما بقتش مهمة بالنسبالي لو في شخصية فعلا جذبت اهتمامي وخلتني مركز معاها فهي شخصية نيمور في التشكيل المتوقع لأي فيلم من افلام الابطال الخارقين نيمور حيتقال عليه الشرير ولكن طبعا لما نتفرج على الفيلم حنلاقي ان من غير اللائق ان احنا نقول عليه كده هو بيمثل القوة المعادية للابطال بتاعتنا وهي قوة فتاكة وغاشمة بس العداء دا ليه اسبابه وتقدم بشكل لائق جدا جوا احداث الفيلم لدرجة اني انا كممثل لشريحة من المشاهدين تفهمت كتير من اسبابه دا بالاضافة لان تنوتش ويرتا اللي بيجسد الدور اختيار ممتاز وليه حضور رائع فبعيدا عن الشكليات بتاعتكونوا فيلن ولا مش فيلن ديت انا عايز اقول ان نيمور هو افضل فيلن في عالم مارفل السينمائي من ساعة تانوس عارف ان الايمة اللي بيتنافس معاها ما هيش مشرفة قوي بس يعني اللي عقد الدنيا بس في مرحلة البناء هو تقديم شخصية ريري اه لا دي شخصية بجد مش سبونسر وريري زي ما احنا عارفين قبل كده من التريلر ومن الاعلان عن المشاريع القادمة لعالم مارفل هي ايرن هارت مش قادر اقول انها منفصلة قوي عن القصة وما اثرتش بشكل سلبي على الاساسات بتاعتنا بس انا حسيت انها عاملة زي ما تكون مهمة اضافية على المهمة الرئيسية بتاعتنا حاجة كده عقدت الدنيا شوية في النص وخدت وقت طويل وحتى تقدمها حنحس فيه بالاستعارة من افلام اخرى بس المهم بعد ما القطع بتاعتنا اترصت والصراع الحقيقي بدأ انا تكيفت الشكل الملحمي كان مكتمل والدوافع الشخصية كانت في مكانها الصحيح البناء على رواصب الفيلم الاول كان مثالي وشكل الصراع كان بيطرح احتمالات كتيرة جدا اعتقد في رأيي الشخصي انها قادت الاحداث لمواجهة اخيرة من اجمل المواجهات الملحمية في تاريخ افلام عالم مارفل السينمائي يمكن تسلسلات النهاية ما كانتش على نفس المستوى وخرجتني من الفيلم متلخبط شوية مش عارف هو مين فين بالضبط بس بشكل عام اللي انا شفته من الفيلم ده على مستوى القصة والاحداث وتشكلة الشخصيات هو افضل بكتير من اي حاجة انا كان ممكن اتوقعها فيلم واكاندا فوريفر بكل تأكيد فيلم مختلف وكتير من مفردات الاختلاف دوت متورثة من الفيلم الاول الثقافة القبلية الافريقية تخيل دمجها مع اكثر تكنولوجيا متقدمة على ظهر الكوكب في الفيلم ده بنستخدمها وبنتور عليها وبالاخص في مقدمة الاحداث وبعد كده بنقدم مجتمع تاني وثقافة تانية تخيلية بالكامل مملكة طالوكان اللي بتعيش تحت المية انا خايف اكون بقول طالوكان دي غلط ومش حرجع غيرها تاني وعلى عكس اغلب افلام عالم مارفل السينمائي تصميم شكل المجتمع ده خد شوية مجهود على مستوى الشكل وعلى مستوى اللغة اه الناس دي بتتكلم اللغة بتاعتها مش زي الناس اللي عايشين في مجرات تانية وبيتكلموا انجليزي كتير من ابعاد المجتمع وشكل الشخصيات مستمدة من السكان الاصليين لامريكا لان قصة بداية المملكة كلها زي ما اتحكت متعلقة تماما بالمنطقة دي ولكنهم دمجوها شوية بالثقافة الهندية ده انا حسيته شوية في طريقة الحوار واللغة وطبعا داخل الاحداث هم قوة لا يستهان بيها تحت قيادة بطل عنده تفارات جينية بتخليه خارق بكل تأكيد ده اللي سمح بان اجواء الفيلم كلها تقريبا تبان جديدة وبالاخص المشاهد الحركية ومشاهد الاشتباكات طبعا استخدام المؤثرات البصرية كثيف جدا ولكن عشان كل اللي شرحته ده تحس انه هو اصلي مش متاخد من نفس الاوالب اللي بتتعمل منها كل الافلام التانية ورغم ان تحدياته كانت صعبة جدا ولكن تنفيذه كان رائع معادة عاوز اقول فريم واحد في المعركة الاخيرة بس واللي بيدعم التجربة البصرية بتاعت الفيلم كله التجربة السماعية اللي اصلا كانت في منتهى التميز في الفيلم الاول يعني لو انت نقلتها زي ما هي وما حاولتش تجود فيها هتطلع ناجح بس مش ده اللي حصل الموسيقى التصورية بتاعت الفيلم تطورت جدا والاغاني المستخدمة في الساوندراك من اروع ما يمكن ده بالاضافة لطبقة تالتة من الاصوات اللي بتستخدم كاسلحة داخل الفيلم نفسه احنا تقنيا وفنيا امام فيلم متكلف جدا ومبدول فيه مجهود حقيقي ومن غير ما نستهون او نبسط من الدراما انا عادة في افلام مارفل ما بتكلمش عن الاداءات التمثيلية كتير بقول عليها يا كويسة يا وحشة وخلاص لكن المرة دي ده مش كافي الاداءات التمثيلية حقيقي متميزة جدا رغم اننا لما نيجي نبص على الفيلم ده مش حنلاقي اسماء كبيرة كتير قوة النجوم في الفيلم ده مش هي اللي شايلة الموضوع لتيش رايد في دور شوري عاملة اداء عمرها صراع درامي شخصي حاد وحقيقي وتحكم كامل في انتقالات كتيرة وتحولات كتيرة داخل القصة انجلا بسات ودناي جريرة عاوز اخدهم شروة مع بعض كده لانهم عندهم حتة مشهد مع بعض ينهر ازرق حوار واداء وانفعالات على مستوى ما بنشوفوش كتير في افلام زي دي تنوتش ويرتب كل تأكيد وتكلمت عنه بس بصراحة بنقدرش ننكر ان الفيلم ده فيلم نسائي واحلى حاجة فيه اننا ممكن نتفرج عليه ونطلع منه وما نحسش بالموضوع ده لانه مركز على كل النساء دي كشخصيات مش كأجندات الصراعات والمحن اللي بيمروا بيها صراعات ومحن بتاعة شخصيات مش نساء مش مجرد مرأة في وجه المجتمع لكن شخصية في وجه ظروف غير عادية اللي عاوز يعمل فيلم من بطولة نسائية من غير ما يبان انه عاوز يركب على قضية المرأة وخلاص يتفرج على واكاندا فوريفر كتالوج افلام الابطال الخارقين هذا العام بدأ بذبات مان وبعدين حاجات كتير قوي حنختار ان احنا ننساها وبعدين واكاندا فوريفر دليل جديد على ان لسه فيه مساحة الافكار جديدة والتحديات جريئة حتى انا حغير رأيي واقول ان ربما التمرد على الخطة مش دايما شيء وحش فيلمنا مش مثالي وفيه عيوب بكل تأكيد بس امام التحديات اللي قابلته مقدرش اقول ان اي حاجة من المشاكل دي ممكن تكون مفسدة لتجربة المشاهدة التقييمي لفيلم واكاندا فوريفر هو ثمانية من عشرة عندنا مشهد في نص تترات النهاية ومعندناش حاجة مهمة قوي في الاخر خالص فبعد المشهد ده ممكن تقوموا تروحوا مناقشة الحلقة عاوز اعرف تصنفكم لافضل خمس اشرار في عالم مارفل السينمائي ياريت تساهموا بيهم في الكومنس ويلا بينا نتكلم شوية بحرق اول حاجة عاوز اتكلم عنها في موضوع الحرق ده هو كيل مونجر لان انا كنت طالع بنظرية انه هو اللي حيبقى البلاك بانتر ورغم ان هو ظهر في الفيلم في مشهد مهم جدا بيبين اسراع بتاع شوري والتضارب اللي عندها والافكار الكتير اللي في مخها ولعب بكفاءة على الفكرة بتاعت الثقر والانتقام والطاقة الغاضبة اللي بيمثلها كيل مونجر نفسه واللي انعكست على قتال شوري مع نيمور في المشهد الاخير اللي كان جيد جدا حقيقي المواجهة الاخيرة كانت ملحمية بشكل كبير وعجبتني جدا يمكن زي ما بقول كان فيه فريم واحد لما كانوا على السفينة الكبيرة داية اول مرة الكاميرا كانت بتبان من عليهم حسيت بانفصال شوية ما بين الشخصيات وما بين الخلفية بتاعتهم بس دي حاجة ممكن منركزش فيها خالص ولكن ده بلاك بانتر هو شوري هي اللي استعدت الشخصية في الاخر وهي اللي خطت المواجهات بيها حتى الجانب الخرافي الخاص بالنبتة او الزهرة داية تم دمجه مع التكنولوجيا واعطت له الصورة بشكل ممتاز ففي النهاية انا بكل تأكيد خسرت الرهان ولكن مش بالكامل يعني ممكن اخد اتنين من عشرة على موضوع ان كيل مونجر ظهر في الفيلم اصلا بس دا كان اختيار جريء لانه كان اختيار امن جدا عادة لما في اي فيلم زي دا بتنتشر اخبار عن ان فيه شخصية حيتم تغييرها والميول الاكبر لانها تتقلب شخصية نسائية داخل الفيلم نفسه دايما بنلاقي شكل مغير زي ما حصل في جيمس بوند والحاجات دي ولكن الفيلم دا كان جريء جدا يا جماعة في انه اتبع الفكرة دا تخدها للاخر ومع ذلك بعحة بشكل كويس جدا وما قدمهاش من البداية خلانا من بداية الفيلم مركزين في موضوع تاني خالص لذلك انا متقبل جدا لكون شوري هي البلاك بانتر ومرتبك جدا من مشهد ما بعد تتر النهاية اولا لانه مش مشهد ما بعد تتر النهاية قوي ده هو احنا وقفنا عند نقطة وكانت نقطة مربكة الى حد كبير ومن الاسباب اللي نقصت الفيلم دا في التقييم وبعدين عرضنا شوية اسماء ورجعنا تاني لنفس المشهد عشان نكمله فنكتشف ان تتشالا ليه ابن اسمه تتشالا وتربى خارج الصراع وخارج واكاندا وخارج الاعتبارات بتاعة العرش والامور دي كلها فيبدو ان دا بلاك بانتر مش هيقعد معشوري كتير او هيقعد كتير انا مش عارف مارفل بتفكر في ايه هل المرة الجاية حنجري كتير في المستقبل ولا مارفل مخططة لان الافلام بتاعتها تستمر 30 سنة قدام مثلا معرفش حتى لو الناس اللي اريا الكوميك بوكس تعرف اكتر عن الموضوع دا طبعا احنا عارفين ان الشخصيات الخارقة في عالم مارفل او في اي عالم من عوالم الكوميك بوكس عادة البطل الخارق دا بينتمل اكثر من شخصية فتاريخ دا بلاك بانتر عامل ازاي دا شيء طبعا انا معرفوش ومارفل ناو يتوظفه داخل الاحداث ازاي دا برضو شيء انا معرفوش لو حد من حضراتكم عنده فكرة او عنده نظرية مستند الحاجة بس يا ريت يا ريت يساهم بها في الكومنز الحاجة التانية ان مع نهاية المرحلة الرابعة الصورة الكبرى بتاعة عالم مارفل ما بقتش واضحة وكان دا فوريفر فيلم جيد جدا ولكنه فيلم مستقل بذاته اندماجه مع العالم اللي حواليه يمكن بس في تقديم شخصية ايرن هارت كنت حاسس ان المرحلة الرابعة محتاجة فيلم يدمج عدد من الابطال مع بعض عشان بس نشوف الصورة الكبيرة شوية فرغم نجاح الفيلم بشكل كبير ولكنه اعادة تأكيد على ان الخطة الكبرى بتاعة العالم لسه مرتبكة ولكن على كل حال اتمنى النجاح بتاع الفيلم دا فنيا ونجاحه المتوقع تجاريا يقدم قاعدة كده نتحرك عليها بثقة اكبر شوية ونخلي المرحلة الخامسة هي مرحلة العودة للانتصارات اللي بجد بس كده يتهيقلي دا كل اللي عندي الف شكرا حضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وباي باي